عود السيارة هم تشرب مشروب طاقة؟ لعد شون ربها واحد باوع هاي اسمها جرة نايتروس و بها احجام ممكن مقدر القنينة مع الغاز و ممكن مقدر القلاص ها معوديني الشاقة المهم هاي الدب يكون بها مركب كيميائي اسمه اوكسيد النايتروجين و اللي يكون داخل الدبه بحالة سائلة و يتم تركيب هاي الدبه بزاوية معينة حتى يتم تفريغ كل المادة اللي بداخله يعني شو من تخلص القنينة مع الغاز تقلبها اذا وقال بي نقنينا قبل لا تخلص اسا نشوف المحرك شلون راح يشرب طاقة راح يتخلي المحرك عن طريق نوزل يتركب بمجار الانتاك او بوجه التربو ممكن او يخلونا بالسوبر و عندك نظامين اللي حقنا النايتروس اول نظام يتم حقنا النايتروس فقط اما الثاني يتم حقنا النايتروس و هو قوده بنفس الوقت و خاف شفتلك سيارة ترش نايتروس من بره تراث جا يسوهيش حتى يتأكد من النظام قبل لا يدوس او حتى يفرغ الصندات بعد ما يطف النظام وهذا النايتروس مني يرشون بالانتاك يتحول الى حالة غازية و بدرجة حرارة تقريبا سالب 80 وهذا الشي راح اول احتراك يبرد غرفة الاحتراك بنفس الوقت وتقريبا هذا النظام يطيق بحدود المية حصان لسيارة الرياضية طبعا وهذا الرقم يختلف حسب مكان النوزل ما للنايتروس او حجم النوزل وبالاخير اريد اسألكم سؤال ليس كان النايتروس بده بسائل و منطلع من الدبه صار غاز جواب اليون بكتاب الكيمياء من صفر رابع العلبي